وفي سياق متصل افتتح قداسة البابا الأنبات أدروس الثاني بابا الإسكندرية باترياركو الكرازة الماركوسية برفقة نيافة أنبايرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرسزوكسي افتتح أربعة معارض جاء ذلك على هامشيل مؤتمر الدولي الثالث التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة هذا وتضمنت المعارض المعرض الفني للصم وضعف السمع والمعرض الخاص بالوثائق والصور القديمة التي تؤرخ لتاريخ مدارس الأحد ومعرض الأيكونات الخاص بهيئة تدريس خريجي معهد درسات القبطية وأخيرا معرض لمقتنيات المتنيحة المعترف مثلث رحمات نيافة الحبر الجليل الأنبابيشوي متران دميات وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانا بيبلقاس ترجمة نانسي قنقر